انا بديه كل نشوية صحية والنقطة التانية اكمل مناسبة الجسمي والحركتي واليوم يعني اللي بيشتغل مثلا مجهود ذهني غير اللي بيشتغل مجهود ذهني وبدني ده اكيد بيحتاج طاقة اكتر من ده فالبوينت دي مهمة قوي ان الناس تبتدي تستوعيبها ان انا مش معنى اني عايزة امشي بنمط صحي وهخسر فيه وزنة على فكرة يعني مش هيفضل وزنة زي ما هو ان انا مش هيكل خالص وان انا هتحرم من ملازات الحياة يعني احنا بنقول الاكل من ملازات الحياة على فكرة فبرضو عشان اخس في وزني او ان انا ابقى مزبطة صحتي لان احنا تمالي بنقول انواع الدايت مش ان انا افقد وزن بس ودي مهمة جدا الناس تعرف حافظ على صحتي لان كل دلوقتي احنا البرانش بتاعنا في طب اسمه تغذية على جهة فاحنا بنساعد الامراض انها نتجنبها يعني قلل للريسك فاكتور بتاعها يعني مثلا لو حد عيلته فيها سكر ان انا امنع ان يجيلي سكر يا اما ساعد العلاق بنظام اكل معين مثلا انا عايز اقطعك يا دكتور احنا اختلافات بتبقى موجودة بين الناس واهداف في الناس بتختلف يعني فيه ناس بتبقى عايزة تعيش بلايف ستايل مختلف فيه ناس عايزة تنقص وزن وبتنقص وزن بسرعة مش لازم دايما بيبقى للعوامل الجمالية وان كانت نقطة مهمة يعني ما ينفعش ان اختفرها لكن فيه ناس بتبقى عندها مشكلة في رجليها فلازم تقلل وزنها بسرعة عشان تعرف تتحرك فيه ناس عندها مشكلة في التنفس فلازم تقلل الدهون من محيط بطنها مثلا فبتلجأ لانواع داية معينة تساعد وبعدها تبتدي تعمل بالانس فيه اطفال بيبقى عندها سوقتها زيه فيه الرياضيين محتاجين انواع زيادة يعني كل واحد بيبقى له حاجة لايق عليه وحسب هو عايز ايه مش لازم تقعديه احتياجه لكن هو عايزه جدا وده يحترم جدا عشان كده بقول احنا مختلفين بس ممكن اخص بسرعة عشان حالة مرضية زي ما حالك قلت ركبي او ضهري بسرعة صحية هو مش لازم عشان اخص بسرعة اعمل حاجة يعني فيها حرمان للجسم قوي انا ممكن اخد من كل العناس الغذائية بس بدل مثلا ما انا هخص عشرة كيلو في ثلاث شهور ممكن اجيبهم في شهر ونص بان انا هقرص زيادة بالنظام الغذائي الصحي بان انا هاخد كل المجاميع الغذائية بس بطريقة معينة عشكده تماني بنقول ايه استشارة طبيب للي مش عارف يعني الناس اللي عارفة وحافظة جسمها وعملت كتير وعرفت ازاي بتخصه صحيحة تبقى كويسة ان انت بتختلف ان انت حد خصة لعشرة كيلو في شهر ونص تحت عينه اسود وجاله قانيميا وشعر يعني انا بيجيلي في العادات كده قصيت اكتر انا شعري بكا دايقة بشرتي مش شكلي مش حل كل شوف نقول انت عينة بالزبط اه وحد تاني يخص نفس الكمية في نفس الوقت وممكن يكون نفس الوزن خاسس وجه احفا انتاني بقولهم ايه اما تخصوا لازم شكلكو يبقى احلى كده انا خصيت صح يعني كده انا خصيت وانا باخد لعناصر الغذائي الصحيحة فهي دي اللي بتفرق ان انا صحتي فرقت ولا التحليلي قابله وبعد طب ما انا ممكن اخصوا يجيلي انيميا